الحدود الجنوبية اللبنانية وعلى عكس الأيام الماضية شهدت انخفاضا بوتيرة العمليات والمواجهات بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة ثانية لكن اللافت اليوم هو عدد الغارات الحربية والطائرات المسيرة الإسرائيلية التي طالت البلدات الحدودية نبدأ من القطاع الأوسط في القطاع الأوسط اليوم غارت الطائرات الحربية على منطقة بنت جبيل فيما غارت الطائرات المسيرة على بلدة عيتا الشعب أما المدفعية الإسرائيلية فطالت بلدات ميس الجبل بليدة محبيب وأيضا عيتارون إلى القطاع الشرقي حيث شهدت غارات عدة سلسلة من الغارات استهدفت بلدة كفركلا هذه البلدة التي تقع مباشرة ومحاذية لأشاريط الأزرق والمطلة على عدد من المواقع الإسرائيلية استهدفتها الطائرات الحربية اليوم بعدد من الغارات الحربية المدفعية الإسرائيلية أيضا استهدفت تلة الحمامس هذه التلة المواجهة تماما لمستعمرة المطلة في القطاع الشرقي في القطاع الشرقي أيضا حزب الله اليوم استخدم المسيارات الإنقضاضية لاستهداف أحد المواقع المواجهة لبلدة أو تلال كفر شوبا ننتقل إلى القطاع الغربي في القطاع الغربي اليوم المدفعية الإسرائيلية قصفت منطقة النقورة المحاذية تماما للحدود المسيارات الحربية أيضا استهدفت بلدة مروحين وكان هناك استهداف بالمدفعية الإسرائيلية لبلدة يارين هذه هي الاستهدافات التي حصلت اليوم على الحدود حزب الله من جهته قام بعدد من العمليات ضد المواقع الإسرائيلية أربع عمليات نفذها منها واحدة بواسطة الطائرات المسيرة الإنقضاضية وأيضا بواسطة الصواريخ من الحدود اللبنانية باتجاه المواقع الإسرائيلية المتواجدة على الحدود هذه هي أبرز التطورات حازم اليوم على الحدود أعود إليك شكرا لك حنان اشتركوا في القناة